اشتركوا في القناة في منكم كثير مش راضي باللي قدمه كان يطمح انه يقدم الامتحانات تكون احسن لكن الحمد لله رب العالمين دائما احكي الحمد لله رب العالمين في السرائي والضراء طلابي فيما يتعلق باخر امتحان لطلاب الادبي انا كنت معكم في النهاية ومستمر معكم باذن الله تعالى حتى النهاية في بث لمادة اللغة العربية تخص لكن قبل ذلك يا طلاب وطالباتي بدي انا بهك لنقطة كثير مهمة انه كيف انا بدي ادرس مادة اللغة العربية تخص بدي ادرس مادة اللغة العربية تخص الفصل الثاني ايضا بيوم النصطلاب طالباتي فيما يتعلق بمادة اللغة العربية سواء كانت الفصل اول او الفصل الثاني هي مادة عليها الفصل اول ميتين الفصل الثاني عليها ميتين لكن ده اوصل لك نقطة كثير هامة انه انا كطالب مش ضروري انجح بالورقتين بمعنى لو الفصل الاول يا طلابي الفصل الاول جيبت بالعربي تخصص مية وخمسين من 200 الفصل الثاني جيبت 50 من 200 هل المجموعة كم رح يكون رح يكون المجموعة طبعا 200 من 400 هيك اعتبر ناجح جامعة بدك تنتبه للنقطة هاي يعني مش ضروري الفصلين تجيب فيهم مثلا انك تنجح فيهم لو مجموعة الفصلين اهم نقطة اهم نقطة اهم نقطة مجموعة الفصلين يكون عندي اشياء طلابي 200 من 400 بهاي الحالة يا طلابي وطالباتي انا بكون عدي وبكون الا يعني ناجح بالمادة اتفقنا اتفقنا عشان اي طالب يستفسر تكون هاي الامور عنده واضحة لو الفصل الاول ورقة الاولى جيبت 200 من 200 الورقة الاولى جيبت 200 من 200 الورقة الثانية جيبت صفر هيك تعتبر ناجح وبتقدر انه انت ما تدخلها بالمعدل طيب استاذ معنى لو انا جيبت بالعربة تخص مثلا بالفصل الاول 200 والفصل الثاني 200 بمادة مثلا ثقافة المالية مادة الحاسوب تاريخ العرب الجغرافيا العلوم الاسلامية اي مادة ثانية كوني جايب اقل هل تحسب مادة العربي طبعا صديقي كثير من طلاب اصلا بحسب مادة العربي اذا جاب علامة عالية اعلى من الحاسوب او اعلى من العلوم الاسلامية هاي الحالة عادي بتنحسب مادة العربي هاي مجموعة من الامور اللي انا حبيت اوضحها قبل ما ابلش بالاشياء اللي انا بدي اياها يا طلابي وطالبه طيب نيجي عندي مادة العربي تخصص وتكسيماتها مادة النحو الصرف تقريبا يا طلابي عليها 75 علامة زائد ناقص علامة يعني 76 74 مش بناتنا ايضا مادة القضايا العربي نفس الشيء عليها 75 علامة مادة البلاغة والنقد عليها 50 علامة لكل فصل 75 ب 75 طبعا امتحان الوزارة بكون عبارة عن 50 دائرة كل دائرة 4 علامات مطلوب مني انا كطالب اني انجح عشان انجح لازم اجيب اقل اشي 50 دائرة بالورقتين لازم اجيب 50 دائرة بالورقتين اول سؤال رح يكون عندي بتعلق بمادة القضايا الادبي قد يكون عن شعر وصف الطبيعة او شعر رثاء المدن والممالك بعدين رح نستمر لحتى غاية تقريبا سؤال 18 او سؤال 19 رح نبدأ بمادة البلاغة والنقد الادبي ثم لعند سؤال تقريبا 33 رح نبلش بمادة النحو والصرفة هكذا سواء كان هذا الفصل اول او الفصل الثاني طيب اذا 75 75 بلاغة ونقد هلا بمادة البلاغة والنقد طبعا هي جزئين تقريبا هون 25 ب25 يعني زائد ناقص هدول بصراحة انا بعتبرهم هذية علامات البلاغة الاسئلة بتكون واضحة اذا كنت انت دارس ومتمكن المادة اليوم عنواننا احنا كيف اراجع المادة مش كيف ادرس المادة الله يرضالي عليك اذا انت مش دارس المادة مش فاتح المادة مش عارف شو في بالمادة وجاي اليوم بدك تدرس المادة فهذا موضوع شوي صعب يعني انا والله طلابي يعني ما معيش مصباح علاء الدين ولا معاي عصة سحرية ولا مثلا انه انا مثلا زي المحقق كلن بالله اكتشف لك شو الاسئلة لا 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 انا بحكي لك احنا راح نراجع بعض النقاط بالمادة مع بعض لكن انا ما بقدر اقول لك كيف بدك تدرس المادة بيوم نص ما معيش مصباح علاء الدين والله ولا معي عصة سحرية اقول لك خلص هذا الامورك مية بالمية فهي الامور يا طلابي احنا منكون انه اليوم اسم عنواننا خطة مراجعة الامتحان وليس دراسة المادة فهي الامور نكون متفقين عليها طيب قبل ما نبلش استاذ معين انا القضايا مش فاتحها بالمرة شو اعمل مش عندي الحل طالب مش درس القضايا القضايا اللي يطالب بدرس عليها بالاسبور ساعتين ثلاث ساعات لا يعقل انه انا اعطيك طريقة سحرية واذا انا اعطيتك طريقة بكون بضحاك عليك اوكي ادرس قد ما بتقدر تنجز بالمادة انجز وان شاء الله امورك تتيسر باذن الله تعالى حظك بكون حلو تحط دائرة بتطلع صح حتى لو انت مش دارس او مش عارفها فالنقطة انه انا بعطيك الان كيف بدي اراجع المادة مش ادرس المادة طبعا طلابي هاي الخطة لمادة الفصل الاول ونفس الشي بالنسبة لمادة الفصل الثاني يعني طلع علي بس شان احنا نكون مركزين لان احنا عندي فصل اول وفي عندي فصل ثاني الفصل الثاني نفس الاشي بس في اختلاف بسيط هاي الفصل الثاني بدل يوم الثلاثة بدي يكون عندي الخميس وبدل يوم الاربع بدي يكون عندي الجمعة يعني تقريبا نفس الامور يعني نفس الاشي لانه هنا معاي يوم ونصط الفصل اول ويوم ونصط الفصل الثاني الفصل اول ان شاء الله بكون روحنا من امتحال الانجليزي يا رب كون كلكم عادين من الانجليزي باذن الله تعالى ولا طالب فيكم بكون يعني هكلانها من الانجليزي امتحال الانجليزي اجا بجنن في حال الإنجليزي جاء سهل وبسيط وخفيف بيكون يعني ترتاح البال وتبلش بهم وعزيم وخلص وبكون هذيك اللحظة ما ضل ولا إش عنده غير مادة العرب يتخصص ومادة التاريخ وإن شاء الله المادتين رح يكونوا ميسرات وأمورهم كلهم 100% يا طلابي وطالبات روحنا من المتحلقة الإنجليزية مجبوري الخاطر أمورنا 100% إن شاء الله شو بدي أعمل؟ لحط راسي وأنام للساعة 2 إلى الساعة 3 ساحة 3 بصح صح ببلش أموري وقل بسم الله الرحمن الرحيم ومنبلش دراسة بنبلش دراسة يا طلابي وطالباتي من الساعة 3 للساعة 6 ونص من الساعة 3 لأي ساعة للساعة 6 ونص تمام؟ شو بدي أدرس؟ بدي أراجع المادة مادة القضايا الأدبية قضايا أدبية فصل أول أكيد طبعا لأنه امتحاننا بكون يوم الخميس قضايا أدبية فصل أول تمام؟ وجظل معي وقت بدرس فيهم مادة النقد مش البلاغا ركز معي شوي وعلى أغلب رح أدرس بس قضايا طب أستاذ معين؟ أدرس من الكتاب ولا أدرس من دوسيتك ولا أدرس من مكثفك ولا ولا من بنك الأسئلة الآخرة شوف علي هلا أنا دارس المادة لا يعقل أن أقول لك أدرس الكتاب القضايا تعال افتح الكتاب القضايا ورد راجع ليها بالحرف أنا عملت ملخص مادة تمام؟ هذا الملخص يا طلابي رح تدرس عليه وإن شاء الله رح يغطي لك جزء كثير كبير من المادة لكن لازم أعرف كل جزئية فيه مش إنه أعمل ملخص فيه طلاب بده ملخص بده ملخص للملخص بده مكثف لملخص للملخص هذا الإشي غلط امتحانات القضايا الأدبية وامتحانات الوزارة الخاصة بمادة القضايا الأدبية نوعا ما بتكون دقيقة فإذا أنت ما كنت حافظ منيح يا طالبي ما رح تقدر تجاوب على بعض الأسئلة في مادة القضايا الأدبية اتفقنا؟ اتفقنا يا أستاذ إذن مادة القضايا الأدبية بده بلش أدرس عليها من الساعة ثلاث للساعة ستة ونص أوكي ساعة ستة ونص للساعة سبعة شو بدي أعمل؟ بده أخذ بريك استراحة أريح أموري أرتب أموري أجهز أموري إلى آخري طيب هس عندي من الساعة سبعة للساعة تسعة أو على الساعة تسعة ونص إلى آخري شو بدي أعمل بهذا الوقت؟ هون ركز إنه من الساعة سبعة للساعة تسعة من الساعة سبعة للساعة تسعة يوم الثلاثاء رح يكون في عندك بث لمادة القضايا بث لمادة إيش يا طلابي؟ لمادة القضايا مادة القضايا من وين راح تبثينا يا أستاذ هل راح تبثينا من الكتاب ولا راح تبثينا من الدوسية ولا من الملخص المادة ولا راح يكون في عندك مثلا ملف بي دي أف لحتى الراجع عليه بحكي لك احنا راح نراجع المادة في بث يوم الثلاثاء من الساعة سبعة للساعة تس على بث مادة القضايا كاملة وان شاء الله يظل معنا وقت كمان راح نكمل لمادة النقد راح يكون البث يا طلابي من ملخص المادة اللي صورته أمامكم هون يا طلابي وطالباتي وبتقدر تروح تجيبه من أي مكتبة موجود هذا الملف أو موجود هذا الملخص آسف بكل مكتبات المملكة إذا أنت حاب تراجع المادة بشكل سريع طبعا للفصلين الفصل أول وفصل الثاني راح نراجع عليه بنفس الطريقة يا طلابي اتفقنا اتفقنا يا أستاذ معن تمام خلصنا البث على الساعة التسعة تسعة وربع تسعة ونوص إلى أخير الأستاذ معن ريحنا من الساعة عشر للساعة اتناعش من الساعة تسعة للساعة عشر أخذ بريك ساعة استرى بريح أموري من البث إلى آخري والله آه أستاذ معن نبهنا عن نقطة هاي النقطة هاي النقطة هاي النقطة هاي إلى آخري باجي من الساعة عشر للساعة اتناعش برد أثبت الحفظ أكمل حفظ مادة إيش مادة قضايا وبشوف الأستاذ على شو ركزنا بالبث وشو حكينا نركز وعلى شو ننتبه وشو ما نهمل فهاي الأمور نكون من تميل خلصنا مادة القضايا على الساعة اتناعش أموري مئة بالمئة من الساعة اتناعش للساعة خمسة حان وقت القيلولة فلازم مش قيلولة حتى هي ثبات بدي أنام من الساعة اتناعش للساعة خمسة سحينا الساعة خمسة مرنا تمام سحينا صلينا حمدنا ربنا قلنا الحمد لله رب العالمين شكرنا الله عن النعم اللي احنا فيها اللي احيانا بعد ما اماتنا فبنبلش دراسي يا طلابي يوم الاربعة الساعة خمسة من الساعة خمسة للساعة اتناعش يا طلابي طالباتي بدي اكمل برضو قضايا زائد النقد زائد حل اسئلة حل اسئلة على شو يا طلابي على مادة القضايا ومادة النقد طب الحل الاسئلة أنا من اين بدي احله في عندك بنك اسئلة يا طلابي طالباتي بتقدر تروح تجيبه من اي مكتبة برضو يا طلابي للفصلين عشان انا اثبت معلوماتي واعرف نمط الاسئلة اللي انا بدي احل فيه تمام تمام طبعا في كثير طلاب عنده هذا البنك الاسئلة بتقدر تحل عليه قبل مثلا انت والله بدي مثلا انا مراجع المادة اموري 100% بدي امسك بنك الاسئلة احله قبل مراجع حليت وحليت لقيت نص حلي غلط معناته انا مش مثبت المعلومات صح حليت بنك الاسئلة 100% معناته انا دارس المادة واموري 100% بس بحظر مع الاستاذ وبتبع مع الاستاذ على البث هذا بحكي للطالب فتح بنك الاسئلة حل كل اسئلة القضايا كل اسئلة البلاغة كل اسئلة النقد اموره 100% خلص انا بقول هذا ان شاء الله اموره 100% والطالب راح يكون دارس وحافظ مش بقول لك انه احفظ الاسئلة لبنك الاسئلة وخلص لا هذا اللي طالب كي بدي اعرف حاله مراجع المادة بمثبت المادة بالطريقة هاي اذا من ال5 الpper ل11 بدي ادرس قضايا ونقد واحل ايش ايضا بينك الاسئلة من الساعة 11 لالساعة 12 بدي اواخذ استراحة استراحة ساعة زمن ساعة ونص الاخرية هلا من الساعة 12 للساعة 6 ونص شو بدي اعمل يا استاذ معان بقول لك ولا تعمل اشي ولا شو بدي اعمل بقول لك للاته من الساعة 12 للساعة 6 ونص بدك يا طالبي يا طالبتي شو نعمل دراسة شو بدك تدرس بدك تدرس لي مادة النحو ومادة البلاغة العربية شو بدك أدرس مادة النحو ومادة إيش ومادة البلاغة العربي اتفقنا اتفقنا يا أستاذ ماد بشكل سريع والله أنا عندي جزئيات بالجملة الفعلية بالإضافة بالتصغير كيف بدك لأ بدك يكون إيش مراجعها طبعا من 12 لل6 ونوص تقريبا بتقash لي عن 6 ساعات ونوص شيل منهم نص ساعة أو ساعة استراحة صف يأبي عندك 5 ساعة طبعا أكيد لا يعقل إنك تدرس بشكل متواصل يعني هون لما حكي لك من الساعة 3 لل6 ونوص أكيد رح يكون في عندك بريك نص ساعة هون مثلا لما حكي لك من الخمسة إلى 11 أكيد رح يكون في عندي بريك نص ساعة وهون أيضا من 12 للساعة ونوص أكيد رح يكون عندく جزء بريك انه مثلا استراحة بعد ساعتين اخذ البريك الى اخره تمام تمام طيب هلا من الساعة ستة ونص للساعة سبعة بدي اخذ بريك استراحة من الساعة سبعة للساعة تسعة ونص رح يكون في عندي البث الثاني لمادة اللغة العربية تخصص ورح نبث في نحو زائد بلاغة ان شاء الله تعالى البث رح يكون باذن الله تعالى من بنك الاسئل بالاضافة احتمال ان ازل لك ملف خاص ببث النحو القضايا اتفقنا رح يكون بث من الملخص بث النحو الصرف البلاغة اما رح يبثلك من البنك او رح يبثلك من ملخص بنزل او يعني ملف بث بنزلك يا قبل الامتحان بيوم باذن الله تعالى خلصنا البث بدي ثبت معلوماتي بروح على بنك الاسئلة بحل اسئلة يا طلابي وطالباتي من بنك الاسئلة بعدين من الساعة 10 للساعة 12 برد اعمل مراجعة سريعة على النحو الصرف زائد حل اسئلة يا طلابي وطالباتي من 12 للخمسة بداحط رأسي ونام وارتح تمام 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 يا طلابي يوم الخميس الصبح قبل ما تروح على الامتحان بصح الساعة 5 معاي بقدر ادرس من الساعة 5 للساعة 8 ونص يا طلابي والله العظيم هذول الثلاث ساعات ونص اقسم بالله كل حرف بتدرسه رح يضل ناخر جوهون جوه مخك فنصيحة ما ضيع الثلاث ساعات ونص هدول او الثلاث ساعات او الاربع ساعات لحسب قديش بتقدر تدرس انت وبتكون امورك 100% خلصنا توكلنا على الله نقول يا دايم بسم الله الرحمن الرحيم وبالروح ونصيحة ما تقرأ الاسئلة كاملة سؤال اول قضايا جوابت اموري تمام ما جوابت بروح علي بعدي وبدون ما بدون ما يعمل لي ضغط بدون ما يعمل لي اي جزء اي ارهاق تحاننا خمسين دائرة مدته ساعتين يعني معاك وقت كافي يا طالبي يا طالبتي انه انت تنجز المادة تحل المادة بكل سهولة وتراجعها خمسين دائرة كل دائرة تقريبا معطيك لها دقيقتين بامتحان الوزارة او اكثر شوي فالموضوع ان شاء الله يعني دقيقتين دقيقتين ونص تقريبا في بعض الدوار ما رح ياخذ معك عشر ثواني فامورك بتكون تمام طبعا تقدر تبلش بالنحو والصرف تروع على سؤال ثلاث ثلاثين تحل أسئلة النحو وتروع على سلث البلاغة اللي بدك يا المادة اللي حاسح حالك رح تبدع فيها بروح فيها لكن اذا فاجأك اي سؤال صعب انساه روع على اللي بعده روع على اللي بعده ما يوقفك السؤال تقعد عليه خمس دقائق اذا السؤال اول صعب السؤال الثاني صعبين ما تقول خلاص انا رصبت بالعربي لا كمل يا طالبي وانسا نهن السؤالين الاول والثاني موجودات كمل وعادي امورك وعلى ثقة تامة وروحنا وامورنا تمام واموري مية بالمية والحمد لله رب العالمين راح اجيب علامة برتاح واموري تمام ببلش يوم الخميس ادراستي للفصل الثاني بنفس برنامج يوم الثلاثاء يعني هون بدي اعتبر انه انا يا طالبي بدي ابلش يوم الثلاثاء بس ايه يوم الخميس اسف هم تصير عندي الخميس بس بدال الفصل اول فصل ثاني بدي يكون عندي يا طلابي وطالباتي ونفس الشيء في عندي برضو راح يكون في عندي بثين يا طلابي وطالباتي بثين البث الاول راح يكون يوم الخميس الساعة السبعة راح يكون لمادة القضايا العدبي والنقد تمام ورح يكون من ملخص المادة يوم الجمعة يا طلابي وطالباتي راح يكون في عندي ايضا بث الساعة السابعة يا طلابي وطالباتي ورح يكون لمادة النحو والصرف مرة ثانية انا بأكد عليكم مادة اللغة العربية التخصص مادة بدأ دراسة انا ما بحكي لك انه اعتمد على الاشياء ملخص المادة انه تدرس وخلص طبعا انا بحكي لك يا انه تراجع المادة منه لانه انت اكيد بيوم نص مستحيل تقدر تراجع ثلاث كتب بيوم ونص وانت مرهق بعد امتحان اللغة الانجليزية بعد كل الامتحانات اللي قدمتها فهاي افضل طريقة انه انا اراجع المادة اضمن اني يعني لو مجرد نظرة اطلعت على اهم النقاط الاساسية يا طلابي وطالباتي بمادة اللغة العربية التخصص وبس تخلص مراجعة ضروري جدا قيم نفسك كيف بدأ قيم نفسك عن طريق حل الاسئلة اللي موجود عندي يا طلابي وطالباتي ببين كل اسئلة ربي يوفقكم جميعا يا طلابي ان شاء الله يا رب تكونوا من المبدعين ان شاء الله تكونوا من المتميزين ربي يجبروا بخاطركم جميعا وما يضيعلكم تعب وباذن الله تعالى رح اكون فخور بكل طالب وطالبة فيكم والله يعطيكم الف عافية جميعا